8 يام أجازة كلمة دي كانت كلمة كبيرة جدا وعملت مشاكل يعني عملت انتقادات كثيرة جدا بلاش انتقادات الكل بيتساءل انت كمدير فني شايف ان موسيماني قد للعبين 8 يام أجازة شايف المدة من وجهة نظرك بعد الكلام عن الإجهاد والأداء وانت عندك معظم اللعبين مش موجودين شايف ان المدة طويلة سيارة من وجهة نظرك طبعا أكون أمين معك هي مدة متلاصقة كبيرة 8 يام مرة واحدة كتير أنا بتكلم بعلم اللي أنك علمنا خبراتنا شيء والعلم اللي خدناه بجانب يعني لان انت المباراة اللي عندك هتبقى تاريان يوم 1 أو 2 2 أو 4 المفروض 2 أو 4 يعني بعدها بكم يوم بعدها بأربعة أيام صحة لا بعد ما يرجع يعني من الأجازة ب6 يام لا ما انت واخد من 18 ل 26 26 بعدها ب6 يام بعدها ب6 يام أو 7 يام يعني هي وجهة نظري ان 8 يام في علم التدريب بيرجعك ان انت عايز ترجع تتمرن على كل أسبوعين عشان ترجع الفرقة بتاعتك تاني اسبوعين؟ حتى لو 8 يام دول فيهم 4 يام مثلا شكل إيجابي للتمرين؟ لا لو فيهم تمرين لو فيهم تمرين هم مورك يعني في البيت طبع لا مش في البيت في الجيم كمان في الجيم أو ما هو يعني المعد البدني بيدي شغل للعيبة ممكن الجيم أو شغل ما فيش مشكلة لو كده ماشي هو كده أنا بكلم على السلبي السلبي يا إسلام السلبي 8 يام كان ممكن تتوزع بشكل أفضل لكن 8 يام ومن خلالهم شغل مثلا بيخش الجيم أو بيعمل شغل فيه كوة وفيه حاجات معينة لا ما فيش مشكلة لأن اللعيبة مجهدة أنا عارف اللعيبة تعبانة أنا بكلم على أنت بتسألني الراحة سلبية 8 يام سلبي لكن لو من خلالهم فيه شغل بيخدوه من خلال المعد البدني مثلا بيديهم شغل فيه الحاجات بيشتغل على القوة فيها ميزة أن هي بتقعد أسبوع من أسبوع لأسبوع يقدر يشتغل علي لو بيشتغل بيديهم شغل لا طبعا يعني فيش مشكلة وبعدين قبل كده تقريبا عملها موسيماني ورجع عملها مرتين ورجع على نتاجك جيدة جامعة موسى إسلام هيقول لك بالبلد عشان ما نجملش الصورة كله مدرب وليه أسلوبه للزبط وإحنا النهاردة مثلا كروش في منتخب مصر مش كل الناس عندها قناعات دي لكن الراجل نجح مثلا في أمم أفريكي أو مش كويس خلاص بدل هو عمل تكيف للعيبة والأمور ماشي معاه كويس خلاص يبقى أوصح حتى لو الأمور اللي هو عامل عليها التكيف دي مش مقنعة يعني بمعنى إيه بمعنى أنه النهاردة فيه مدرب بيحب المرة اللعبة الصبح بادري مش معادي التمرين واللعبة بتدي ناتج كويس خلاص يبقى أنت أفعاد المتشاط يبقى أنت أفعاد المتشاط كانت شون يعمل كده فخلاص دي في حاجة اسمها تكيف فإذا بدل الراجل المسلماني عارف هو بيعمل إيه وبيدي الشغل لنا بتاعه ونتائجه ماشي كويس يبقى هو الكرة بتقول كده احنا درسنا كده في حاجة اسمها تكيف حتى لو أنت بتمرم بأسلوب مختلف وبيتجيب نتيجة يبقى أنت صح فبالتالي خلاص هو أضرب في رقيته وهو المسؤولي الأول وهو اللي بيتحمل يعني النتائج هو اللي بتسئل عن النتائج عشان نقفل قصة الأهلي المباراة اللي جاية أنت عندك مباراة يوم 25 مع المنتخب طبعا الجزء اللي جاية هنتكلم كله عن المنتخب لكن أنت عندك مباراة يوم 25 ويوم مباراة يوم 29 مع المنتخب مصر ضد المنتخب السنغال هترجع يوم 29 إن شاء الله لو كسبان هتبقى عندك أفراح وليالي ملاح وكلام ده كله هتخذ لك يومين خلاص داد اللي قالي عنده مباراة يوم 22 أربعة يعني أنت عندك 30 31 واحد هتلعب يوم 2 خلاص ومباراة يعني لازم تكسب مهمة مهمة جدا إن شاء الله يعني فهي دي اللي هتوصلك لو لقدر الله لقدر الله حصل أي نتيجة سلبية هتبقى أنت برضو كلاعب عندك سبع لعبين أو 8 لعبين موجودين في مع المنتخب مصر وبالتالي هتبقى عندك أنت أنت في الآخر مصري يعني عندك من جواك أحباط كبير هل أنت شايف أن كان من الممكن أن نزق مطش مش إحنا يعني الاتحاد الأفريقي زق مطش الهلال يومين 3 كمان هتفرق معاف إيه والله يا إسلام هو في حاجة غريبة أنا أنا مستغربة يعني أنت لما جينا لعبنا كاس العالم الأندية إيه malicious قس الع binding قد خلتك أخذناها ما بين الإتحاد الأفريقي أو الإتحاد الدولي دال lis أي في الآخر ميني النادي الوحيد اللي تضار في البطولة النادي الأهلي يعني النادي الوحيد اللي راح الفريق بتاعه مش فولتين النادي الأهلي برضو اتحاد الأفريقي ده ما هو البطولة بتاعة كاس العالم تصفيه كاس العالم من خلاله طب بإنت لamour ما تديui النادي الأهلي حقه الشرعي النص هو النادي الآلي. ليس ك Ooooh هو اللي عمل المتشيون. هو الليمنظم التصفيرات كاس العالم. أو اللي هي المبارسة منتصفير كاس العالم في أفريقيا. اللي بي نظامه الاتحاد الأفريقي. إذا هذا وهو اللي بريده ده. هو اللي بريده ينظمه. وبالتالي انتا اللي عملا كده؟ لا. يعني هنا مش فيه Kita compete في يفحنا بأسال يعني في تحد الأفريقيا. بتعرف النادي الآلي ده بي يعني النادي ال Ma originally who deals withague competition يمثل مصر كلها في أفريقيا وأول فريق في أفريقيا وأكبر فريق فبالتالي من حق النادي الآلي أنه هو ياخد وقته اللعيبة تاخد وقتها لأنه دي بتعرض اللعيبة كمان لحاجات يعني إحنا لازم برضو نعذر اللعيبة الناس لازم تعذرهم أحيانا تلاقي بعض اللعيبة مش مستواها فيه إجهاد غير طبيعي بدني والإجهاد البدني بأثر على الزهن يا إسلام فبالتالي لا لعيبة الآلي فعلا مش من السنة دي ده من السنة اللي فاتت في الفترة اللي فاتت النادي الآلي بيلعب كل ما بتفتح التلفزيون يومzeug aus وانت لقي بيلعب ماتش صح وفي حين انت بسدلج بعض الفرق بعض الفرق تلاقي بتلعب بعد عشرين يوم وخمسشير يوم طب ليه؟ يعني ده المصلحة مين؟ لا هي المصلحة منتخب مصر ولا المصلحة النادي الآلي ولا المصلحة الكرة الأفريقية مانت في الآخر حتى لو انت عايز منتخب يوصل من عندك كسب بلما انت عايز المنتخب الأفضل صح مش عايز منتخب اللي هل كان عشان تمثل أفريقيا بشكل كويس إذا كان مصر أو السنغال أو أي فرقة منه فطبعاً للتعادل الأفريقيا لا أنا شايف أن من بقاله فترة الموعيد يعني ما حاجة غريبة جد صعبة وأنا حتى أنا كنت إزعلان كمان من كاس العالم الأندية الأهل تظلم يعني معلش لو تشيلسي كلام ده أنا قلته لو تشيلسي رايح نقصوا اللعبة للنقص الأهل كان يلعب ولكن أنا هيوده تشيلسي ما كان راش يقول تشيلسي طب ليه الآلي يعني الموقف طبعاً أنا مش هنقول حاجة يعني شخصية بس لازم هم الناس تبقى فاهمة اللي بيحط الجداول يعرف أن فيه فرقة بتشارك في دوري بتشارك في أفريقيا وبتشارك في كاس العالم الأندية وبتشارك مع المنتخب فلا الآلي مظلوم في الحتة دي دي حقيقة يعني بدون أي مجاملة ولا نبنتكلم لحق الآلي اللعبة معزورة جداً وكان الله فعونهم يعني من السنة الفات مش من السنة دي يعني شايف الآلي دايماً بيلعب مضغوط بالذات في الأمطار الأخيرة السنة الفاتت مع ممورات أفريقيا فإن شاء الله بإذن الله إسلام إن شاء الله لعبت الأهلي برضو عندهم ميزة عندهم خبرات والحمد لله عندنا يعني سكواد كويس جداً في الفريق يقدر إن شاء الله نقدر بإذن الله أننا نكسب وإحنا كتيم يعني أكبر محترام الفرق المجموعة معنا آه ممكن يكون فيه سقوط مع صاندونس لكن الأهلي الكبير يعني أهلي قادر إن هو يكسب الهلال السعودي الهلال السوداني ونقدر إن شاء الله بإذن الله أننا في الأدوار التانية الأمور تكون أفضل لنا اشتركوا في القناة